تستمر الاحتجاجات في محافظة السويدة السورية ليومها الثالث على التوالي تنديداً بالوضع المعيشي القاسي والذي يعاني منه المواطنون في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تحت حكم النظام السوري حيث تجمعت الحشود وسط المحافظة مرددين شعارات الدين لله والوطن للجميع والتاريخ لا ينسى الجوع وبدنا نعيش مرددين بالوضع المعيشي المتردي وبقرار حكومي أخير استبعد فئات عدها الأكثر ثراء من الدعم الحكومي للمواد الأساسية كالخبز والغاز والمزوت والمواد التموينية علماً أن دخل هذه الفئة التي تعتبرها الحكومة السورية الأكثر ثراء لا يتجاوز ثلاثين دولار شهرياً كما وثقت مقاطع تشهرت على مواقع التواصل انتشار عناصر أمن في المحافظة بشكل كثيف ناصبة قناصتها على أسطح المواقع الحكومية حيث كشفت مواقع محلياً فصائل مسلحة أعلنت حمايتها للإحتجاجات بعد أن قطع منظمو هذه المظاهرات الطريقة الأساسية من محافظة السويدة إلى العاصمة دمشق وأيضاً الطرق الداخلية في المحافظة باستخدام الإطارات المشتعلة